المساء الخير والحب والأمل والتفاؤل على حضرتكم مشاهدين الكرام في كل مكان بنمسي عليكم من برنامجكم المفضل ما وراء السطور الحياة كتاب سطورها الواقع الذي يعرض لنا الحقيقة والحلم الذي يحيا فينا الخيال والأمان لكن بجانب كل صفحة من الكتاب نترك فراغ سطح ولأننا لا نتذكر قراءة ما بين السطور سوف نبحث عنها من وراء السطور بحثنا وجدنا موضوع هام مناسبة وهي الأسبوع العالمي لسلس البول وهو الذي يبدأ من 21 ل27 يونيو ونستقبل النهاردة الدكتور صباح ضاحي استشاري العلاج الطبيعي وصحة المرأة خبرة 34 عاما كأقصائي كلينيكي علاج طبيعي سرير في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني الرياض بالمملكة العربية السعودية والحاصلة على بكاروليوس العلاج الطبيعي بجمعة القاهرة والحاصلة على دبلومات صحة تأهيل الحود ودورات سلس البول والبطانة المهاجرة وهتكلمنا النهاردة عن سلس البول حضرتك يا دكتور نورتنا يا دكتور النهاردة جدا في برنامجنا شكرا جزيلا دكتور قبل ما ندخل على موضوع سلس البول كيف تتم عملية التبول يا ريت حضرتك توضح لنا بسم الله الرحمن الرحيم الجهاز البولي يتكون من جزء آلوي وهو الكليتين وأنبوبتين عضليتين وهو الحالبين والجزء السفلي وهو المسانة وعنق المسانة ومجرى البول وفتحة التبول الجهاز البولي الكليتين مسؤولين عن إنتاج البول ويمر البول خلال الحالبين الأبوبتين عضليتين للوصول للمسانة المسانة هي عضو أجوف كوميثري الشاكي وتقوم به وهي داخلها عضلة تقوم بالامتداد والاتساع لتخزين البول وفي نفس الوقت تنقبض وتتخلص لتفريغ البول أثناء تخزين البول في المسانة وامتدادها تقوم الإشعارات العصبية الموجودة بجدار المسانة لإرسال إرسالات للمخ فينشئ إرسالات لإنقباض عضلة المسانة لإرادية وتقوم المسانة بالإنقباض وفي نفس الوقت عضلة العاصرة المسؤولة على عنق المسانة بالإسترخاء واستقراء مجرأ البول ويجي الشخص الإحساس بالتبول يذهب لدورة المياه ويقوم بإفراغ البول خارج الجسم عايزين تعرفين حضرتك السالس البولي بطريقة مشيدة كده طبعا أي خلل في الأعصاب أو في العضلات يؤدي لمشاكل والمشكلة الأساسية اللي بنتكلم عنها اليوم وهو السالس البول هو تصرب البول اللا إراضي هو عملية خروج البول لا إراضيا وعملية خروج البول لا إراضيا بتحدث وتأثر وتعمل مشاكل نفسية وصحية واجتماعية طيب حل يا دكتور سالس البول بيصيب النساء فقط؟ سالس البول يصيب الأطفال فوق الخمس أو سبع سنوات هو مراجعة لابد لو وجد أن الطفل أكثر من خمس أو سنوات وما عنده أولاده عدم القدرة لتحكم البول لازم مراجعة طبيعا بالنسبة للرجال الكبار السن أو اللي عندهم التهابات في البرستاتا أو أورام في البرستاتا بيحدث لهم سالس البول ولكن في السيدات بتكون النسبة أكبر من الرجال لعدة أسباب ومنها ضعف عضلات قاع الحوض ونتيجة للحمل كثرة الولادة السمنة العملات الجراحية بالجهاز الترنسولي قلة شرب الماء وكثرة شرب الكافيين في الشاي في الأهوة في التدخين الإصابة بداء السكري أو مرض السكري سالس البول ده بكل أنواع معينة؟ نعم سالس البول تقريبا حوالي 8 أنواع وهم كالآتي سالس البول المزدوج سالس البول الوظيفي سالس البول الجنسي سال البول الوضعي سال البول الفيدي وفيه يوجد ثلاث البول المؤقت ثلاث البول مؤقت نتيجة لأثار جانبية لبعض الأدوية يريد الدكتور الرئاة تقولين أن تشوحين التخصين بالنسبة للثلاث البول الإجهادي يتصرب البول نتيجة انقباضات لعضلة داخلية لعضلة البطن وبالتالي بتضغط على المسانة وده نتيجة للعطس الكحة أو السعال الشديد مع مرضى الرب أو الأنفلونزة لكثرة الضحك بقوة الجري تمرين الرئادية برفع أوزان وأثقال ويدوع في عضلات القاع الحوض فبالتالي بيحصل ضغط على المسانة وعضلات القاع الحوض ضعيفة فبيحصل ثلاث البول ده بالنسبة للإجهادي بالنسبة لثلاث البول الحياحي وهو انقباضات قوية هنعرف في الثلاث البول اللي يا دكتور بعد الفاصل نرفاص ونرجع تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرجع ترجمة نانسي قنقر بعد الفاصل نكمل بقى موضوع الحلقة يا دكتور النوع الثاني وهو ثلاث البول الحياحي وهو نتيجة انقباضات قوية لعضلات المسانة نتيجة زيادة استشعارات العصبية للمسانة ويؤدي إلى الإحساس بالتبول والتبول قبل الوصول لدورة المياه ده بيكون نتيجة لعدة أسباب سن اليأس التهبات المستمرة في الجهاز البولي أو الأمراض العصبية زي التصلب المتعدد سكتات الدماغية إصابات في الموند الفقري ده بركنسونيزم أو التطرف العصبي نتيجة لمرض السكر والنواع دي دكتور بتختلف من شخص لشخص؟ هو لسه ما كملنا احنا الأنواع في المختلط المختلط بيكون الاتنين مع بعض الثلاث البول الجهادي مع الحيائي ويجب بقى سبل الوصول الثلاث البول الوظيفي بيكون المريض عدم القدرة لوصول دورة المياه وقت ما يجيله الإحساس بالتبول نتيجة ليه يقشونه في المصاصل عدم القدرة لوصوله للحمام خشونا في يدين عدم سهولة خالع الملابس الداخلية مع كبار السن اللي تلحرك عندهم يكون بصعوبة دكتور لكبار السن ولا للأطفال؟ احنا بنكلد لطع الكبار خلص الأطفال دي خالد دي هان حالي بنركز والأطفال سبلس البول الجنسي نتيجة لضعف وعضلات أثناء العلاقة الحميمة فبيحصل سبلس البول نتيجة لضعف وعضلات قاع الحوت وسلس البول الوضعي للمرضى اللي عندهم ميلان في العمود الفقري أو تحده في العمود الفقري فبيحصل أن المفاصل تضغط على الأحصاب المغزية للمثانا فبيقدل عندهم سبلس البول في سبلس البول الفايدي وهو أن المثانا ما بتفرقش إغلبية البول اللي فيها فبيتراكم البول فبيقدل سبلس البول وده نتيجة إيه؟ يا إما انسداد ومجر البول نتيجة حصاوي أو نتيجة أورام أو ضعف العضلات المثانا للانقباض نتيجة تأثير عصب دي أسباب أنواع سبلس البول طب هل بيحصل ده بيكون بسبب الأورام؟ بيكون لي أسباب معينة؟ لو في أورام في البرستاتة بتختلف بنسبة الإصابة؟ لا هو سبلس البول سبلس عرض وليس مرض يعني هو عرض هو بيكون أمراض بتأدي لسبلس البول هو عرض وليس مرض تمام الأورام يعني الأورام اللي في المثانا هي اللي بتسبب الأعرض دي؟ هو الورام لو في ورام في البرستاتة بتتضخم فبتضغط على مجرى البول فبيحصل سلس البول وكذب إزاي بيتم تشخيصه؟ سلس البول إزاي بيتم تشخيصه؟ تشخيص سلس البول بيرجع للطبيب المعالج تمام؟ على حسب الطبيب يعني ممكن تشخيص بيختلف ولا بيكون تشخيص موحد؟ لا تشخيص سلس البول بيكون عند اتنين من الأطباء يا دكتور طبيب المسالك البولية أو طبيب النساء المتخصصة في المسالك البولية وبيأخذ التاريخ المرضي للمريض بيأخذ منه من ساعة مشكوى المريض بيحصل الفحص السريري عن طريق السيدات عن طريق الحوض أو عن طريق المستقيم في الرجال ويأخذ تحليل مخبرية تحليل البول تحليل مزرعة للبول على أساس لو فيه التهابات أو تحليل الدم لوظائف الكلا وفي نفس الوقت بيحصل سنار وإذا كان فيه أورام بيحتاج فحصات أكثر وفي نفس الوقت بيحتاج أحيانا لديناميكية المسانة بيقوم بها الطبيب المختص بقياس ديناميكية المسانة وهي قياس ضغط المسانة وقوة تفريغ المسانة وقوة تفريغ المسانة فدي اسمها ديناميكية المسانة بيقوم بها الطبيب المختص طب سلس البول ده بيكون له طرق علاجه ايه؟ بيكون عبارة عن ايه؟ بتختلف من الأشخاص ولا بتكون كل الأشخاص بنسبة واحدة؟ لا سلس البول فيه العلاج التحفظ الأول وهو التحفظ بيشمل النصائح الإرشادات التوعية السلوكي العلاج السلوكي لأنه هو أغلبيته فيه إخطاء في السلوكيات اليومية العلاج السلوكي وهي لي العلاج الطبيعي بعد ذلك حضرتك يا دكتور أعايزين نفهمها بالضبط يعني بمعنى ايه؟ عشان المشاهد يفهم برضو بمعنى العلاج السلوكي بمعنى أن السمنة يبقى أنه لازم أحافظ على الوطن المثالي بيكون من أهم الأسباب السمنة من ضمن الأسباب من ضمن الأسباب السمنة أوكي الشيء الآخر عدم مجرد أنه أنت جالك إحساس بالبول لازم يكون إحساس قوي لما تروح البول أنت تجليسي وانت تبدولي عدي ونعدي واحد لغاية عشرة عملية التبول بتاخد من خمسة ستة ثواني يوما لازم أخذ راحتي في التبول التجنب الشاي القهوة الكافيين الببسي المشروبات الغازية المشروبات الغازية التوابل الحارة في الأكل الحاجات الحارة في الأكل اللي بتهيب بتعدي إلى الإمساك طب يعني إيه الطرق الوقاية والإرشادات اللي تمنح سالة سلبول؟ بيكون الفيء فيه طرق معينة؟ نتجنبها؟ نتجنبها 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 نمرة واحد تجنب المشروبات اللي فيها الكافيين تجنب الأطعمة الدهنية وناكل فيها الألياف على أساس تكون طبيعة البراز ما فيه وباش في إمساك فيضغط على المسانة المحافظة على الوزن المثالي تمرين تقويض عضلات قاع الحوض سواء في السيدات أو في الرجال الماشي تجنب الرياضة العنيفة وعدم اهتمام بعضلات قاع الحوض فيه رياضة معينة يعني يا دكتور؟ تمرين قاع الحوض دي بيكون عن طريق العلاج الطبيعي طب فيه تمرين معينة بتطلب لتمنع السلس البول باستمرها؟ هو تمرين تقويض عضلات قاع الحوض وتدريب المسانة تدريب المسانة على أساس أن أنا بدرب المسانة إمتى أحس أن أنا مجرد مجرد أجيلي إحساس لو الحاحي يبقى أنتظر شوية أزود في السواني الانتظار لغاية المرجين اللي حال قوي وأروح الحمام أبعد عن أشياء التي تهيج المسانة العطعمة أشوف دورات مياه أشوف مياه شخلالة مفاتيح دي الأشياء اللي بتهيج المسانة والطعام نتجنبها طب والعلاج الطبيعي بكل دور في الموضوع ده؟ طبعا العلاج الطبيعي اللي دورك المهم وبيمنع السلس البولي تماما؟ لا هو مفيش حاجة اسمها يمنع السلس البولي أنها عرض وليس مرض فلو تعالج المرض هيروح العرض العرض طبيعي نمر واحد أنه هو يقوم بتدريب المسانة وإرشادات للمريض وتقوية عضلة الحود يأما بالتمرين ومعها المحفزات الكهربائية زي الأقماع شرحيني الاستفادة كده دفت بعد إذنك آه يعني بيستخدم الأقماع لتقوية عضلة الحود نستخدم جهاد البيض في باك تنبيهات كهربائية لتقوية أو إرشادية وخاصة للسيدات لتقوية عضلات قاع الحود فدي أهم حاجة إن احنا نديه لإرشاد حافظ على وزنك ممارسة التمرين لتقوية قاع الحود تجنب انتظام الأكل في المرض السكر وأخذ العلاج الكافي تجنب الألياف وتجنب وشرب الماء عشان تجنب بالإمساك ده دور العلاجة طبيعية بالنسبة للطبيب طب هل يا دكتور بعد إذن حضرتك الالتهابات اللي بتجي للسيدات بيكون من أعراضها الثلاث البولي؟ الالتهاب الجهاز البولي اللي هو قال عن الوتيال المستمر ده بيؤدي الثلاث البول تمام والثلاث البول المتكرر بيأثر على النفسية وبيؤدي لالتهابات المجارة في الجهاز البولي بيكون سبب أساسي أيوة آه تمام طب وبتختلف يا دكتور أنا عايزة سين معين مثلا الأطفال بيكون ممكن الأطفال كلها يعني لها السن معين وبيزيد عندها السلسة البولي؟ لا هو عملية التحكم في البول في الطفل الصغير لغاية سن خمس سنين بيكون دي سمانة يعني يعني لغاية خمس سنين مفروض يكون خلاص خمس سنين مفروض يبتدأ يعني من سن سباتين لغاية سن خمس سنوات يبتدي يتدرب وذلك الأم لازم تدرب الطفل على التبول في أوقاته من سن السنتين لغاية سن الخمس سنوات بعد الخمس سنوات أو سبع سنوات والطفل عنده سلسة البول يبقى لازم مراجعة للطفل طب الحالة النفسية بتاعت الطفل يا دكتور بيتأثر على الموضوع ده أو يعني فيه أطفال بيكون عصبيين عندهم العصبية جديدة هل العصبية بتكون سبب أساسي في السلسة البولي ولا النفسية لا أخوة العملية التبول بتأثر على الطفل أو الكبير السلسة البول بيأثر على النفسية وبعدين أحيانا مرضى الاكتئاب بيكون اكتئب عايز ينعزل مش عايز يتحرك مش عايز يروح للحمام فممكن يحصل له سلسة البول يعني بيكون أطفال معينة النفسية برضو بتضغط على الموضوع ده بالنسبة لأي طفل طبعا يعني على أساس أن الطفل ما بيتحكمش في البول بتأثر على نفسيته وبالنسبة لكلام الأهلي والأسرة وكده أو يعادم يقولوا لسه طفله ما يهدموا فلاتم المتابعة هو المفروض يعني يا دكتور برضو قبل النوم الأم تتودي ابنها للحمام لا هو مش قبل النوم بس التدريب المسانة التدريب المسانة المفروض المسانة كل ساعتين يعني احنا بنعمل جدول للمريضة ونقول لها المريض سلسة البول هو أصلا مفروض يا دكتور الأم كل ساعتين تصحي ابنها ماشي تفضالي طبعا تفضالي بنعمل مريضة جدول فبنقول تاريخ كل يوم الجدول يوميا على باب الحمام عشان تتذكر على سبيل المسان بتدريب عدم دخول الإراضي للحمام عدم مرتها عدم سلسة البول اللي هو لا إراضي في نفس اليوم كميات الشروبات اللي شربتها عنوحها إيه كمية العلاجات اللي خدتها في نفس اليوم ده لو بتستخدم حفظات عشان سلسة البول استخدمت كم مرة فبناء على دي بنحدد كل ما تقل الكمية كل ما تكون فيه نتيجة أكتر احنا بنحدد على هذه المقييس بنحدد على هذه المقييس نوعية اللي احنا نتابعه لو هي الإراضي لا إراضي الأكل اللي بتاكله أو اللي بتشربه ننبهها إن دول من ضمن العوامل اللي بتقدي لسلسة البول الأدوية هل هي أثار جانبية هي اللي عملها لها سلسة البول فإحنا بنعمل الجدول ده دي نساعتها في نفس الوقت بنادي إنت بتصحي من النوم بتدخل الحمام بتفرغ المسانة بتشرب الكوب ماء ومفروض إن إنتي عندك من ستة أكواب يوميا تشرب بهم فلو كل ساعتين تفرغ المسانة بتخرج تشرب الكوب ماء كل ساعتين كده بتدرب المسانة إنتي تنقبض وإنتي تسترخي ويتجنب الإلحاية حيثة نفس الوقت بعمل تمرين تقوية عضلات قاع الحوت طيان وأتجنب الحاجات اللي بتقليل زيادة انقبض عضلات البطن زي الكحة لازم أخد لها علاج العطسة أخد له علاج عشان ما أشلش أسقلش إيلة أو وضع خطأ لو في مريض عنده مشكلة لوصول الحمام يبقى لو عنده مشاكل في المخاصة يبقى لازم مفاصل تتعالج لو كبر السن ممكن مساعدة بيمشي بعصى أو مشاية لوصول دورة المياه ولا نترك يتعاود أنه يلبس حفظاته خلاص ده كبير في السن لغاية سنة كامية السنة كامية دكتور نمنع الموضوع ده عند الأطفال عشان في أمهات بتستخدم الحاجات دي للأطفال لغاية ما يكملوا 4-5 سنين نا هو المفروض تدريب هو اللي يبتدي من سن سنتين الأمة تتدرب الطفل تتدرب الطفل من عنده سنتين لغاية كامية نا هو على طول خلاص هو يتعاود هو روتين يتعاود عليه روتين بيتعاود عليه تمام أنا عايزة حضرتك بس تقول لنا الإرشادات العامة لأي أم إزاي تستخدم مع ابنها تمنع الموضوع ده أو تمنع تكراره عند الطفل الإرشادات سواء للأمهات أو نصيحة عامة نصيحة تقولها لأي أم تقول لهم إيه؟ اللي أنا أدرب طفلي إنه هو يعود على دورات المياء يتدرب إنه هو يعود إنه هو في معيد أقل من أكل الشوكولاتات للأطفال كثرة شرب المياه المشروبات الغازية أقل لها أوكي؟ كم الحاجات التوابل الحاجات الحرة في الأكل دي وعود الطفل إنه هو يدخل الحمامة باستمرها طبعا؟ باستمرها باستمرها طب جميلة بيصير عادة عنده إنه هو يعرف يا تباورة يعني بس الأم بكون لها دور أساسي في الموضوع دي دا يا دكتور؟ طبعا الأم بكل يعني الأطفال برضو ما بكونش عندهم توجيه العامة؟ أو لي كبار السن كبار السن؟ كبار السن لأنه هو بيكون مع انقطاع الدورة سني لأس بيقل هرمون الاستروجين هرمون الاستروجين اللي هو مغزي للمستقيم وللمسانع وعضاء قاع الحود فلذلك يحصل عندهم سلس البون فلذلك لازم نقوم على تمرين تقوية في تمرين معينا دكتور؟ تمرين تقوية قاع الحود لازم هذا برنامج مع برنامج الأرجي طبيعي يعني التمرين بتختلف من الطفل على حسب سن المريض أو سن العرضة من حضرتك بتقولي ده عرض مش مرض بيختلف التمرين من الطفل لسن الكبير؟ التمرين للكبار الأطفال على حسب تعود الأم لطفلها؟ بالضبط بالضبط طيب يا دكتور أنا عايزة بس تقول لنا في حاجة أنا عايزة بس أفهمها من حضرتك يعني في الأدخل كده العلاج إحنا قلنا حضرتك قلت لنا العلاج بس فيه فترة معينة للأطفال تمام بيجي لها ثلث بولي باستمرار؟ ممكن تكون عوامل نفسية عوامل نفسية ممكن نحكون عوامل مرضية يعني يكون طفل بيكون طبيعي بيوصل السن معين؟ ممكن مرضية وممكن نفسية نفسية والعصبية برضو زي ما قلنا في البداية ممكن تكون عامل نفسي وممكن يكون عامل مرضي يعني حضرتك بتحديد مرضي لازم مراجعة الطبيب مراجعة الطبيب المتخصص بعدين بيجي لحضرتك تشوف التشخيص العام إن شاء الله صراحة دكتور أنا استفدت صراحة يعني جدا وفيه بالنسبة للطبيب الطبيب مش مجرد دواء بس فيه علاج حاليا فيه تحفيز العصاب تحصيب تحفيز العصاب العجزي وجهاء بيدخل الطرف تدخل الجهاز العصبي ويبقى بجهاز معه زي الرموت عشان إمتى تنقبض المسانا وإمتى تتفرغ البول فيه جهاء برضو تحفيز عصبي عن طريق الكاحل الأدم العصب المغزل المسانا على أساس تنقبض العصرات وده برضو بقى من طريق طبيب المؤمن مسالك البولية الطبيب مسالك البولية يا حضرتك بتتعامل معه بيكون في تعامل بزرع يعني الطبيب مثلا بيدي علاج معين وحضرتك بتشوف العلاج وتزبطي الحالة بتاعته على أساس العلاج الطبيعي إن شاء الله وفيه بعض الجراحة فيه حالات إزالة المسانا أو اتساع المسانا ودي بترجع برضو للطبيب طيب كويس يعني حضرتك يا دكتور صاحبة مركز حواء لصحة المرأة فالمركز له شعبية يعني وله نتيجة كبيرة لأي شخص بيروحه أنا بسمع فيه كل الإمكانيات موجودة فيه هو أهم حاجة نحترم بصحة المرأة ومن خلال برنامجكم أشكر رئيس السيسي الاهتمام بالمرأة بالضبط فين المركز يا دكتور موجود فين؟ الرئيس السيسي قام بدور كبير خلال السبع سنوات بالاهتمام بالمرأة تمام وصحة المرأة من هنا أشكر المركز حضرتك فين بالضبط في التجمع؟ في القاهرة الجديدة في القاهرة الجديدة أنا أشكر حضرتك يا دكتور شكرا جزيلا وأنا أسعدت جدا بوجودك شكرا جزيلا وحلقة كانت جميلة جدا وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بعد كده إن شاء الله وباستمرار أنا باستفاد منك وأكيد المشاهد باستفاد من حضرتك إن شاء الله أعزائي المشاهدين فقرتنا خلصت مع الدكتور صباح نروح فاصل ونرجع مع موضوع جديد